بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الحادي عشر والأخير من الدرس الثاني نتناول فيه حل مسألة لنظام خط متجانس لها عدد لا نهائي من الحلول لأن عدد المتغيرات أكثر من عدد المعادلات في البداية نكتب هذا النظام على شكل مصفوفة موسعة للهروب من القسور من أول المسألة حتى نقسم على الثلاثة ويصير عندنا قسور كثيرة يمكننا في البداية أن نجمع الصف الثاني إلى الصف الأول R2 زائد R1 تنتج عندنا المصفوفة الموسعة في ثوبها الجديد 8-0-2-0-5-1-1-1-0 الآن لا هروب من قسمة الصف الأول على ثمانية حتى يصير هذا leading one يكون قيمة 1 ثم R1 1-0-2009-1-1-1-0-0-1-1-1-0-1-1-1-1-0 ثم نجمعها على الصف الثاني فتصبح مصفوفة الموساكة الآتي 1 0 0 0 0 سالب 1 سالب 1 0 سالب 5 4 موجب 1 سالب رب الآن كي نجعل هذا العنصر واحدا نضرب هذا الصف كله في سالب 1 فيغير الإشارات سالب R 2 1 0 0 0 0 موجب 1 موجب رب موجب 1 0 الآن أصبحت هذه المصفوفة Reduced row echelon form في هذا الشكل المختزل كم عندنا الآن من المتغيرات أربع متغيرات كم عندنا من المعادلات بعد الإختزال معادلتان الفرق بينهما اثنان أي أنه عندنا اثنان من المتغيرات الحرة 3 variables ما هما X3 و X4 نأخذ X3 بالرمز S والثاني T حيث S و T هي أعداد هرقية الآن من الحصول على المتغير X2 نعود فيه الصف الثاني X2 زائد ربع X3 يعني S زائد 1 في X4 يعني T يساوي 0 هذا معناه أن X2 يساوي سالب ربع S ناقص T بالتعويض في الصف الأول نحصل على المتغير الأول X1 زائد ربع X3 يعني S أيضا يساوي 0 يعني X1 يساوي سالب ربع yes